وزارة الصحة بتقدم نوع من أنواع الدعم النفسي للمواطنين باختلاف أشكال الدعم النفسي الدعم ده موجود ومترجم في حاجات كتيرة جدا متوفرة زي المستشفيات والعيادات الحكومية المتخصصة في الصحة النفسية كمان هتلاقوا موجود على الانترنت من خلال أكبر منصة وطنية للصحة النفسية صحيح وكمان عندنا كلام كتير جدا عن الدعم النفسي المقدم للأسر والأهالي وازاي بيقدروا يستفيدوا منه من خلال الخدمات المقدمة من جانب الأمانة العامة للصحة النفسية اللي بتترقصها الدكتورة مينان عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أهلا بيك ومن ورانا يا دكتور ودايما نضفع عزيزة معنا صباح الفل في البداية عايزين نعرف من حديك ايه هي المنصة الوطنية للصحة النفسية وازاي نقدر نستفيد منها حدريك عارفة ان اكتر المشكلة بتواجه المرضى النفسيين مش بس في مصر في العالم كله وشكلة الوصمة الوصمة بتخلي المريض يعني بتصعب عليه اللجوء للعلاج فالحقيقة احنا حاولنا نلتف حول الوصمة شوية وانقرب احنا للناس نبقى معهم في بيوتهم فوجود المنصة على الانترنت ووجود الخط الساخن على التليفون بيسهل على الناس التواصل مع معالج نفسي والحصول على الخدمة وهم في أماكنهم حقيقة غير انها بتحارب الوصمة هي كمان بتساعد الناس اللي عايشة بعيد قوي عن المناطق المركزية او عن المناطق اللي فيها مستشفيات ان هم ياخدوا الخدمة برضو بشكل سري وطبعا مجاني تماما طيب احنا طبيعة التعامل على المنصة عامل ازاي يعني او دخلنا على المنصة ازاي نقدر نوصل للخدمات اللي بتقدمها المنصة الوطنية بتقدم مجموعة من الخدمات واحدة منهم في خدمة التصفح ان احنا عاملين صفحة لكل مرض نفسي او لكل ظاهرة نفسية فالناس تقدر تتسقف يعني تاخد معلومات عن الموضوع وممكن كمان يعملون نفسهم اختبار ذاتي عندنا اختبارات ذاتية اذا كنت حد مننا بيعاني من مشكلة نفسية وفيه اختبارات متخصصة للاكتئاب والقلق بالذات وفيه اختبارات متخصصة للاطفال يعني الاب والام اللي بعدين يتطمنوا على اطفالهم يعرفوا اذا كان عندهم مشكلة برضو يقدروا يتابعوا نموهم الذهني والاجتماعي من خلال اسئلة مثلا اختبارات اختبارات حركة تدوس على الزرار يطلع لك الاختبار تبلاه يطلع لك النتيجة النتيجة دي بقى بتوجه الناس يأما ياخدوا مزيد من المعلومات وبعض النصائح يأما تحولهم على انهم يلجأوا لمعالج نفسي يلجأوا ازاي بقى يحجزوا على المنصة مع معالج نفسي عندنا مجموعة من المعالجين النفسيين المتخصصين اللي احنا متطمنين من شهاداتهم ومن اخلاقياتهم المهنية وبنحطهم على اساميهم موجودة بشهاداتهم بصفاتهم ممكن نحجز معاد الايميل بيطاعت للمريض او للشخص اللي بحتاج الخدمة وبيحدد معاد بينه وبين المعالج وبرضو بيعملوا فيديو كول او اللي هي اسمها فيرتشوال تلينيك او عادة افتراضية بينهم وبين بعض وفي سرية تامة ومجانا تماما مجانا حلو جدا ده مهم جدا هنركز عليه آه احنا كمان ننكل المنصة فعلا موجود معانا على الهواء دلوقتي يعني اي حد محتاج يعرف معنومات اكتر عنها او الدخول ديها عواز يختبر نفسه حتى بالضبط يعني انا دي انا هعملها انا فعلا هدخل بلاش لا لازم ضروري جدا اه اه انا طيب الواحد يعرف مشاكله يعالجها بالضبط يعني كلنا بنعاني من بعض الضغوط فلو يعني حابنا نعرف احنا وصلنا المرحلة ايه بالضبط من الضغط النفسي ده مهم جدا بس يعني يعني خدمة قوية جدا مقدمة في وقت مناسب لان كثير من الناس بتعاني من مرض النفسي وهم لا يدركون ان هم مرضى نفسيين في الوقت الحقيق هل هي كلها مرض نفسي ولا في مشكلات نفسية مثلا امتى يصنف على انه مرض ما انا قلت هو المرض النفسي معناه ان انا عندي صعوبة في اني يعني غير الاعراض النفسية يبقى عندي صعوبة في اني اتواصل مع الناس او اني ابقى بقى ادي وظيفي المجتمعية الوظيفة دي ان انا ابقى ام او اب او زوج او زوج او حتى وظيفتي في العمل يبقى فيه صعوبة في التركيز صعوبة في اني انهي اعمالي في المواعيد المحددة لها يعني هو مفتاح إذا كان الواحد مريض أو غير مريض اللي هو أداءه الوظيفي في المجتمع وفي الأسرة طيب لو حسنا يعني حد تواصل من عبر المنصة والدكتور شايف أنه محتاج المقابلة الشخصية أكتر عشان يقدر يعني يكون فيه تواصل أكتر مع المريض آه بنطلبه بنوجهه الأقرب مستشفى حقيقة فيه خدمة تانية كمان عشان حضراتكم ممكن يبقى فيه حد عنده خدمة طارقة يعني ممكن حد يبقى مثلا يفكر أنه يقزي نفسه أو يفكر أنه يعني أهله ألقانين أنه يتهيج أو غيره فعندنا خط من خلال المنصة بيدوس على زرار اللي هو اتصل الآن يوصله على الخط الساخن للشرات النفسية والخط الساخن اللي هو رقمه 16 32 8 ده بيقدم الدعم اللحظي يعني مش بيبقى معايد بقى في ساعتها يحصل تواصل مع المريض أو أهل المريض ويبتدي يبقى فيه تدخل مع المشكلة عشان تتحل فورا ما نستناش عليه يا إما يواجهوا المستشفى إما يتواصل معامل تليفوني ويبقى فيه تدخل مباشر طيب ده عظيم جدا هل من خلال المنصة يا فندم وزي ما حضرتك ذكرتي أنها بتكون مفتوحة للتقييمات يعني ممكن أنا مثلا أدخل على المنصة وأدخل على الاختبار وشوف تقييمي عامل إزاي كل ده بيبقى وجود عندكم على المنصة هل ده مثلا ممكن يخليكوا تعملوا قاعدة بيانات فيؤثر على صنوع القرار في هذا الأمر تحديدا في أن هم مثلا شايفين فيه نوع من المشا نقول الأمراض مثلا فيه بعض المشكلات النفسية اللي بتواجه فئة معينة فئة عمرية معينة أو فيه محافظة معينة فبالتالي نكثف من الوعي في هذه المحافظة أو لهذه الفئة العمرية ممتاز طبعا اللي حضرتك قلت والحقيقة خلنا نوجه مثلا خدمتنا للسيدات أكتر إننا لقينا أكتر من 70% من اللي بيزوروا المنصة من السيدات فهتمنا نبقى عندنا عيادة صحة المرأة في كل مستشفياتنا وتواجدنا كمان في المستشفيات اللي بتتعامل مع أمراض النساء والولادة زي مستشفى الجلاء فإحنا موجودين فيها وبنتوسع حاليا كمان نبقى موجودين في أكتر من مستشفى متخصصة عشان نبقى قريبين للسيدة ما تحتاجش تروح للمستشفى السيدة المصرية مش بس بتسأل على نفسها بتسأل على نفسها وتسأل على تربية أولادها وتسأل على تعاملاتها مع زوجها وتسأل على تعاملاتها في الشغل لو هي امرأة عاملة يعني الحقيقة السيدة المصرية عندها ثقافة عالية جدا من ناحية نفسها هي مدركة حجم أهمية أنها تبقى عندها وعي طبعا بالمرض النفسي الفترة دي خصوصا أن فيه أولادنا بيبقوا بيعانوا من الاكتئاب وغيروا من الأمراض النفسية وأنا كأم أو كأمهات كتير مش حاسين بدا فبيبان بعض الملاحظات اللي احنا دايما نقول إيه لا ما عايش يمكن مدقى شوية سن المراهقة حاجات كده إيه العلامات اللي أنا أقول ده لا لازم ألجأ للمنصة وأقول عايزة مساعدة لأن ابني مثلا أو بنتي رفضين أن هم يتواصلوا بشكل مباشر مع المنصة الحقيقة أن الأطفال بالذات بيبقى عندهم طبيعة مختلفة شوية للمرض الاكتئاب يعني الاكتئاب في الولاد ما بيبانش أن هم بيعيطوا أو عندهم حزن بيبان أكتر أن هم رفضين يروحوا المدرسة عندهم ألم جسدية بطنه بتوجعه مصدع يبتدي بأي موسوس زيادة يعني مثلا يرتب حاجاته قوي يتأخر شوية في أنه يعمل المهام فالحقيقة يعني بيسموها بالأتيبكال بريزنتيشن أو العرض غير التقليدي في المرضى الاكتئاب بالنسبة للأطفال بالذات فالأم لما تلاقي ابنها متغير أو الأب لما يلاقي ابنه متغير أطفال عندهم اكتئاب آه في أطفاله اكتئاب آه بتحصل عنده كم سنة فإنه؟ للأسف بتحصل ولا يبتظهر ممكن من سن 6 سنين 7 سنين كمان آه ومعظم أوقات المرقب ده مشابش أي حاجة تدول الاكتئاب أعتقد يعني ما هو بيبقى دايما مش اكتئاب بشكل صريح ممكن يكون عنده مشكلة في المدرسة ومش عارف يتفاعل معها بشكل واضح حدم المدرسين حدم الزملاء خد بالك التنمر زيدا للأسف الشديد مع الأجيال الجديدة بسبب الأمثلة غير يعني عايز أقول إنه بساعات بيقى في قدوة غير حسنة في كتير من العمال الدرامية فللأسف بفي تنمر في السن ده والتنمر أكتر حاجة بتتعب الأولاد أو البنات في هذه المرحلة كتير من الناس بتبقى مش قادرة إنها تروح لدكتور نفسي أو متخوفة أو بتخجل أو بتخاف إنها تلجأ للطبيب النفسي على أساس أنه هو زي ما بنقول كده الوصمة يمكن زي ما الدكتور عرفته في البداية كاميرا صباح خيرية مصر نزلت ونسألت الناس في الشارع تخجل أو تخاف إنك تستعين بالطبيب النفسي علشان يساعدك في حل المشكلة ولا لأ إجابات كتير وجات نظر كتير تعالوا انتابعها مع بعض مؤخرا انتشرت فكرة الطبيب النفسي وفي ناس لما بيحصل لها أي مشاكل من أي نوع بتبتدي تسأل وتفكر في طبيب نفسي فقالنا ننزل للشارع ونشوف هل فعلا كل الناس بتفكر إنها تروح لطبيب نفسي لما بيحصل لها مشاكل ولا ممكن تحل مشاكلها بأي طريقة تانية فتعالوا بينا نشوف الناس هتقول إيه جربت تروح لدكتور نفسي قبل كده تحكي له مشاكلك أو التحديات اللي بتواجهها في حياتك هو لا الحقيقة ما سبقش ليا بس يعني هي بتكون حاجة كويسة بالذات إن انت يعني بتتحكي الموضوع ده لحد فاهم أو كده فبيبدأ يديك حلول إيجابية أو حاجة تكون مؤسنة معك بسرعة بشكل أسرع هو مش عيب بس هو أنا مش محتاج دكتور نفسي هو الحقيقة أنا ما غربتش بس أنا شايف إنه الأمر ده يعني لازم الناس تاخدوا بأهمية شوية وأكيد فكرت بس أنا بحيث إن أنا مشاكلي مش كبيرة لدرج إن أنا أروح لدكتور نفسي تفتكر ليه في ناس بتخاف إن هي تروح لدكتور نفسي؟ هي كان الأول بس أعتقد مع ضغوط الحياة في ناس ممكن يعني تروح لدكتور نفسي آه بتأكيد يعني هتحتاج مشهورة هتحتاج حاجة علشان الفكرة الفكرة المأخوزة عن مثلا يعني بيننا وبين بعض إن الدكتور النفسي ده بتاع المجانين أو مثلا في الناس دايما عندها رهبة من الحتة دي لكن هو أكيد هو دكتور زي أي دكتور تاني ممكن نضم رهبة من الحتة دي أو ممكن بيتكسفوا مثلا الحقيقة المجتمع عندنا بيشوف إن أحيانا في ناس بتشوف إن ده عايب مثلا عايرك بقى إن أنت بتروح لدكتور نفسي وكده فبتبصلها من ناحية دي يعني في ناس بتحس مشكلتها عادي وتفعها بالنسبة للمشاكل لناس تانية وفي ناس تانية ما بتستناش يعني المشكلة بسيطة بتحس نفسياتها هتبوز بتروح لدكتور نفسي وتشوف يعني الأحسن ليهم إيه البديل اللي ممكن تحل بيه مشاكلك من جير الدكتور النفسي ممكن أكيد صاحبك لو لك صاحب مقرب لك مثلا بتحكي له بعض المشاكل بتاعتكو بيبدأ إديك حلول أو كده ممكن باباك حد أكبر منك أخوكك كبير بنام باباحلة بنتنسي أصلا بقعد مع ماما أغلب الوقت بنتكلم بقى وكده ده بنسبالي أحسن من 100 دكتور نفسيين يعني بلا كده إن شاء الله هوا حالين بقى فيه بقى اللي هو اللايف كوتش وناس ممكن إن إحنا نسألهم في شؤون حياتنا لو إحنا حسنين إحنا متعطلين في شيء ما بيساعدوا الواحد أكتر يعني في حياته طبعا فئات عمرية مختلفة وأراء كمان متبينة ناخد رأي دكتورة منن بقى في الإجابات دي كلها وأنا بس كم فيه واحد بيقول أنا مش محتاجة أروح أصلا هل ممكن يكون حد حاس أنه مش محتاج يروح بس هو عنده مشكلة نفسية؟ ممكن طبعا وارد جدا وفي الحالة دي بنستعين باللي محتاجين بي بنسألهم بقى هل في مشاكل وهم هم يسألهم يعني يلجأوا بقى للمتخصص لما يكون عندهم قلق من حاجة زي كده أنا اللافت نظر يتكلم عن لايف كوتش بس تحبوا نتكلم عن نظر طبعا طبعا ايه أبرز الإجابات كمان اللي اللافت نظر حضرتك؟ هو كلمة لايف كوتش كلمة جزابة جدا وطبعا ما فيهاش وصمة فالحقيقة تخدمنا لكن لازم اللي يتعامل مع حد اسمه لايف كوتش اللي يتأكد من شهاداته لأن فيه ناس كتير جدا بتبقى مش متخصصة وبتاخد الموضوع مهنة يعني يبقى يبقى على المسرح يبقى على المسرح يبقى يبقى يقروا بقى الله أعلم يعني بتخصصهم إيه ويعني معلوماتهم إيه عشان ممكن كلمة تأذي أو كلمة تهدم أسرة طبعا فالحقيقة يعني اللي حيروح لحد من دول لازم يتأكد بس شهاداته إيه ويتأكد أن هو مع رخصة لمزاولة العلاج النفسي من وزارة الصحة والسكان لأن من غير الرخصة دي مش من حقه أصلا يتدخل مع مريض نفسي أو مع أي أسرة لأنه زي ما قلت لحضرتك والحضرتك ممكن يأذي ممكن يأذي ضايع مستقبل حد يوجي حد لأنه يأذي نفسه زيادة ممكن بعضهم يعني بسبب الانتحار أكيد أنتوا سمعتوا عن قصص شبه كده وبعضهم بيهدم أسر ويقضي إلى طلاق وإلى مشاكل كبيرة في تربية الأولاد فالحقيقة محتاجين بس نتأكد من الهوية العلمية لأي حد بيشتغل الشهرانات اللي لفت نظرنا كمان في التقرير أن الشباب هم اللي عندهم وعي دلوقتي أكتر يعني احنا في سنهم ما كانش عندنا الوعي أن أنا ممكن أن أحس المشكلة نفسية لا خلاص أنا زي ما قلنا كده أتكلم مع ماما أتكلم مع حد من قريب وحدة صحابتي لكن عمري أن أنا هلجأ لاستشارة نفسية ده مش موجودة كان في جملة جيل الشباب الفترة دي هو اللي عنده الحماس ده وعنده الوعي الكبير ده ده حقيقي لو تفتكري احنا برضو يعني أنا من جيل قدم شوية كان تأثير الدراما التلفزيونية علينا والأفلام السينمائية كبير فكنا دايما عندنا أو يعني جيلي عنده مشكلة أنه يفتكر اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين يفتكر عادل إمام وشريهان لما كانت بتتكهرب ويفتكر الحاجات اللي اتخوف دي الجيل الحالي لا أفهم أكتر وعنده موضة المعالج النفسي ده يعني بيبقوا فرحانين أنا رحت للثيرابست بتاعي أنا خدت رأي المعالج النفسي بتاعي ففكرة أنه هما بياخدوا رأي حد عشان ياخدوا تصرفاتهم العادية مش معناها دايما أنه هم عندهم مرض نفسي يستحق أنه يتحجس في مستشفى لا ممكن يكون معناها أنه عنده مشكلة محتاج رأي متخصص فيها عشان ما يغلطش ولا يعمل مشاكل طيب في التأليل كمان كان فيه بنوتة صغيرة كده بتقول لها بدخل النام وبنسة كل حاجة هل ده ممكن يكون حل؟ هو النوم غالبا بيبقى هروب لكن الحقيقة النوم من الحاجات اللي بتوزن العقل يعني النوم مع كتير من أمراض القلق والتوتر ممكن يبقى هو الحاجة اللي بتحسن الحالة المزاجية للمريض بس طبعا مش دايما بيبقى الحل في كل المشاكل ده ده هم كمان بيلجأوا بعض الأدوية وبيوصفوها لبعض البنات اللي هي ممكن حاجات مهدئات ومنومات وبتتقال كمان على السوشيال ميديا بشكل ده دي أخطر حاجة عايزة حديك فعلا تنصحي ومنذيك خطر جدا عايزة أقول لحضرتك أن احنا لما عملنا بحث بنتكلم عن الأمراض الإدمان أو الترباط الإدمان بالذات في الجيل ده جيل المدارس لقينا فعلا البنات أكتر لجوءا للأقراص المهدئة من الولاد فالولاد ناحية التدخين والمواد الأخرى يعني اللي ممكن تكون بتأذيهم بس الحقيقة فعلا وصف الزاتي ده والعلاج الزاتي ده شيء سيء جدا لأنه ممكن يزود المشاكل آه فيه إدمان طبعا طيب دكتورة برضو كان من خلال إجابات الناس حد بيقول أنا بقعد مع بابا هل الأب والأم يقدروا يقدموا الدعم النفسي المطلوب لحد وليكن عنده مرض نفسي أو بيعاني من بعض المشكلات النفسية؟ طيب هنفرق بس حاجتين الدعم النفسي والعلاج النفسي فالدعم النفسي آه بالذات لو الأب والأم عندهم وعي أو عندهم فهم أكتر لشخصيات ولادهم وده مش متوفر الحقيقة في كل الناس للأسف مع الجيل الجديد فيه أهلي ما يعرفوش أولادهم كويس بسبب انشغالهم بسبب عدم ترتبهم لوقتهم معاهم وهكذا لكن لهم عارفين أولادهم كويس وعندهم قدر أنهم يمتصوا غضبهم ويعرفوا يسندوهم ده اسمه دعم نفسي وده مقبول لكن العلاج النفسي لو الأولاد عندهم مشكلة قلق مرضي أو عندهم مشكلة اكتئاب أو عندهم مشكلة إدمان مش هيبقى كفاءة أبدا الدعم النفسي هيحتاجوا دايما تدخل المتخصص وزارة الصحة كان فيه بعض المستشفات الخاصة للأمراض النفسية لكن في اتجاه دلوقتي داخل الوزارة أنه يكون في جميع المستشفات الحكومة فيه عيادات خاصة للطب النفسي متاحة وموجودة للجميع ده اتجاه جديد لزيادة الوعي وأن أنا زي أخلي الناس أشجحهم اللي عندهم مشكلة يتفضل يعني مش كل المشاكل على فكرة فيه مشاكل عضوية بيبقى أساسها نفسي في البداية كمان صحة ده حقيقي الحقيقة مستشفات الصحة النفسية حالان 24 مستشفى منتشرين في 17 محافظة لمحافظات مصر الحقيقة معادي الوزير الدكتور خالد عبدالغفار بيحثونا دايما أن احنا نزود في عدد المستشفات وفي حوالي 3 أو 4 مستشفات قريباً هيبقوا موجودين على الأرض في محافظات جديدة أو محافظات محرومة من الخدمة لكن الحقيقة زي ما حضرتك قلت تواجد العيادات النفسية في المستشفات الأخرى بيساعد الناس أنها تلجأ للعلاج النفسي حتى لو عندها مشكلة عضوية زي ما حالك قلت فيه أمراض اسمها السايكوسوماتيك ديزيز اللي هي المرض اللي ممكن الضغط النفسي مثلا يخلي حد يجيله قرحة في المعدة ويجيله أمراض المناعة فكل الكلام ده فعلاً لما بيبقى فيه أيادة متخصصة في الطب النفسي في نفس المكان بتسهل حياة المريض وبتحسن من مستوى العلاج دي طيب أوقات الدكتورة بيكون المشكلة الخاصة بالشاب أو بالطفل أي ما يكون يعني المشكلة متعلقة بالأب أو الأم يعني هو بيعاني من مشكلة نفسية أو عنده أزمة نفسية بسبب طريقة معاملة بابا ومام تولي هل في الحالة دي بنستادع الطرفين؟ أضروري الحقيقة يعني من أطول الحالات اللي بتاخد وقت في التاريخ المرضي حالات الأطفال لأننا حركة مش بتفحص الطفل بس نفحص طفل ووالده ووالدته وأخواته ولو في حد من الأسرة عايش معاه بنتكلم معاه لأن ممكن بحد مش باين يعني أنا حكي لحضرك حاجة طريفة إن كتير قوي لما يجي أب وأم عندهم طفلين وبيشتكوا من واحد يطلع المشكلة من الثاني يطلع الثاني أما بيتنمر عليه أما بيضيجه تاني سوسة بيوقعه دايما فعلا يعني بيبقى نقص في التاريخ المرضي لما أخد المعلومة من المريض بس لازم المريض والمحيطين دي طيب في حاجة اسمه المرض النفسي الساكت يعني اللي محدش بيحس به ولا بيعرفه خلاص غير الموقف معين يتعرض لي الشخص فبيبدأ يظهر المرض النفسي ده الحقيقة ده موجود في كذا حاجة من ضمنهم ما يسمى بالماسك الدبريشن أو الاكتئاب المقنع في ناس بيعندها اكتئاب بس مكتسمة وبتتعامل مع الناس عادي ومسكة نفسها ومش باين عليها حاجة لو اتكلمتي معاه وفتح لك قلبه ممكن يطلع عنده فعلا اكتئاب بس مش ببينه غير كده اللي حدك قلت عليه فيه كتير قوي من الاهالي بيقولوا مدام المريض هادي ومش بيعمل مشاكل ومش سمعين له صوت يبقى احنا تمام لا ده مش حقيقي لأنه ممكن سكوته ده يطلع وراء أمراض نفسية وضلالات وأوهام في دماغه الوحدة اللي مش عارف يعبر عنها فلازم الحقيقة اي تغيير في شخصية المريض أو في أخلاقه نلجأ على طول لحد متخصص نتطمن محدش قال انه هنلزق يعني ولا هنتحجز في المستشفى نتطمن بس احنا ماشيين صح ولا لا ولا محتاجين خدمة أكتر والمهم كمان يا فندم ان الدكتور ده فعلا دكتور متخصص ومعتمد ان هو يقدم الخدمة النفسية بالشكل المطلوب لأنه المريض في الحالة دي او اللي عنده بعض المشكلات النفسية بيقول كل اللي عنده بيحكي كل حاجة بمنتهى الوضوح فما فيش حد يقدر يدي كل اللي عنده الشخص هو لا يثق فيه فلابد فعلا يكون الراجل فعلا عنده مصداقية ووثقين ان هو فعلا تبع وزارة الصحة وده نقطة مهمة جدا حتى بالنسبة للايف كوتش زي ما الدكتور قالت نتأكد انه هو معايا رخصة من وزارة الصحة لممارسة هذه المهم مظبوط؟ مظبوط يا فندم شكرا لك يا فندم شرفتين ونورتين الدكتورة مينان عبد المقصود الأمين العام للأمان العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة شكرا لك